زمالك بيستعد للصفر يوم الثلاثة هيسافر للسعودية والوينش هيسافر مع نادي زمالك بس الوينش هيسافر مع الزمالك عشان يدعم نادي الزمالك ويكون موجود مع فريقه بعد ما يسافر الوينش مع الزمالك ويحضر الماتش ويتابع الماتش هيطلع من السعودية من السعودية هيروح لألمانيا علشان يتطمن على الإصابة وياخد موعد يرجع فيه للتدريبات الجماعية جزيه جوميز عمل ماتش ودي كده غدا يكون مع نادي زمالك 2005 والفريق الأول ولكن هيكون ماتش ده أساسه أنه يعتمد على اللعيبة الجديدة عايز يشوف الصفقات الجديدة عايز يبدأ يدخلهم في الجو يدخلهم في جو اللقاء القادم ما تنساش أن جزيه جوميز خايف من بعض الأخطاء في البدايات لو حضراتكم تتذكروا معايا كده فيه لعيبة كتير جدا مهمة وقوية ولكن ظهورها في أول ماتش أمام خصم قوي وتحديدا أهلي وزمالك في اللقاءات نهائي كاس بيكون صعبة جدا آخر مثال أو آخر حد ممكن نتكلم عليه زكري الوردي زكري الوردي لعيب كواس جدا يمتلك شخصية قوية عنده أداء محترم جدا لعيب الزمالك كان جايبه وفيه أمال كبيرة جدا عليه ولكن بدأ في نهاء سوبر والناس قالت الولد ده هيقدي بشكل كبير غلط غلطة واحد غلطة عمل باس غلط أخذ الباس ده سافيو سافيو قدر يسجل هدف وكان هدف فوز مهم جدا أن ينادي الأهلي بالسوبر المصري لو تتذكروا من ساعة اللقاء ده زكري الوردي بدأ يعني الناس تنتقدوا والجماهير مش هقوليني الجماهير تنتقدوا وتبدأ تقول ليه واللعيب ظهر بشكل سيء ده أثر على اللعيب جدا نفسيا اللعيب ما ظهرش تاني بشكل جيد وطلب يمشي وسوى الأمور مع نادي الزمالك وراحل على النادي الزمالك اللقاء ده خلى زكري الوردي أسهمه تهبط جدا نفسيا وداخل ملعب ما يكونش موجود وخلى تسافيو اللعب اللي بعد الهدف ده كان جمهير الأهلي طايرة بيه بعد المطش ده كذا اللقاء بعد كده بان على حياته فاللقاء ده بين أهلي وزمالك في بطولة مهمة أو على بطولة مهمة بيكون سلاح زوح الدين إما اللعيب هيظهر ويتقلق ويكون سلاح للفترة القادمة للنادي أو الجماهير هتضغط عليه وممكن ما يكونش موجود فأتمنى من جمهورين أو من الجمهور الفريدة وجمهور الفريدة جمهور أهلي وجمهور زمالك اهدوا على اللعيبة أنت ممكن بانتقادك اللازع للعيب قوي عندك بعد اللقاء مهم تأثر عليه نفسيا ده جون اللعيب كان بيرجع الكرة للدفاع سافيو سجل على الفكرة سافيو بعد اللقاء ده نمر الأهلي ما شافلوش أمارة تانية ما شافلوش أمارة تانية هو جاب جون وخلاص الجون خلاص بيه مطش كبير جدا للنادي الأهلي مهم جدا للنادي الأهلي في بداية بموسم حاجة قوية جدا لكن بسبب الخطأ ده زكريا الوردي ما قدرش يكمل مع نادي زمالك نفسيا حاجز نفسي اللعيب ما قدرش يكمل الجمهير في كل السوشي مياه بتنتخده في كل مكان بتنتخده طبعا خطأ كبير ولكن مين ما بيغلطش مين ما بيخطأش أنا أتمنى يكون يعني اللعيبة مركزة طيب أنا ليه بأفتح كل الكلام ده ليه بأتكلم في كل التفاصيل ده عشان ده اللي بيحصل دلوقتي مع بنتايج بنتايج الباكليفت المغربي اللي موجود داخل نادي الزمالك فجأة كده فجأة بعض الاكتهادات الناس بدأت تطلع تتكلم أنه أصل جوزي جومز مش مقتنع ببنتايج أصل جوزي جومز مش عايز اللاعب هيعتمد على حمدي علشان هو عايزه هيعتمد على يا جماعة ليه 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 نضغط على لاعب نفسيا قبل ما نشوفه في الملعب والغريب اللي الناس بتتكلم في تفاصيل محدش عرفها غير جوزي جومز بس هي تفاصيل بتدور في عقل جوزي جومز بس فمثلا مش أقولك ممكن معلومة جوزي جومز تتكلم فيها مع الإدارة أو مع الجهاز المعاون فحد تخرج المعلومة لا ده حاجة فكره حاجة داخل ذهنه اللي هو إيه أنا والله مش مقتنع بيه قوي بس مقتنع بحمدي طب هل شفنا في الصفقات الحالية جوزي جومز أو قبل كده طلع تتكلم إن الصفقات دي أنا مش عايزها لأدارة أجبرتني عليها شفناش ده ما حصلش فبن تايج في الفترة الحالية بيتهم بشكل قوي جدا والناس بتبدأ تهاجمه من غير ما يشوفوه لو أدينا مثال تاني داخل نادي الزمالك المسلوسي طبعا بنت تايج لعيب كبير على فكرة لعيب كبير وليه أكتر من لقاء مهمه والناس شفيتلي فيديوهاته مهمة بلاش نحكم عليه من غير ما يلعب وحتى لو لعب خليه ياخد وقته خليه ينسجم حمز المسلوسي لو متذكرين أهو ما لعب انتخادات بالجملة انتخادات بالجملة بس شخصية اللعبة تختلف حمزة من اللعيبة اللي بيقفل ودانه ما بيشتفش سوشال ميديا بيشتغل فلما اشتغل أصبح من أعمدة نادي الزمالك كل لعيب غير التاني فأتمنى الناس اللي بتكتهد على السوشال ميديا سواء موجودين في الوسط شكل إيجابي نكتهد بشكل إيجابي علشان ساعات ان انت عايز تطلع تقول معلومة أو خبر وخلاص ده يقلل يقلل من اللاعب مودست جمع النادي الأهلي جاي من الدولة الألمانية آه ممكن مودست إمكانياته مش دالة كان بيستنيها النادي الأهلي ولكن ما حدش يقول ان دالة عبا بيض عنده إمكانيات بيعرف يسجل أول لقائين نزل الجمهور انتخضوا الناس خلاص بقت واخدى اللاعب إفي إفي مودست طبعا عن إفي فخلاص اللاعب بقى ينزل هو ما عنده ثقف نفسه مش معنى كريمي ده اللي هو طوب بطوب لا عنده مشاكل عنده مشاكل بس الموضوع زاد عليه نفسيا فالانتقاد النفسي الانتقاد للعيبة نفسية مؤثر كبير جدا على الجانب النفسي على الجانب الأثري على الجانب الإنساني أهل الناس دي خل كده انت بنتك ده جاي نادي الزمالك والناس مبسوطة به أو مودست جاء الأهلي والناس مبسوطة به وأهله فرحانين بالصفقة يخشوا يلاقوا الناس بتنتقد خل كده أهل بنتهاج اللي فرحانين الرجل جاء الزمالك الناس دخلت قوله أصدو الله المدير الفني مش مقتنع به طب اللاعب ده ينزل أول لقاء ازاي ازاي فأتمنى الاجتهاد أو الناس اللي عايزة تجتهد في أخبار يكون اجتهاد بشكل سليم أو فيه إثبات أو مصدر واضح وصريح على الكلام